اهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من خلاصة الكلام بجد انتو بتوحشوني من يعني كل اسبوع انا بتقبل معاكم ساعة كل يوم حد والله بجد فعلا انتو بتوحشوني جدا بس انا بقعد طول الاسبوع ده بحضر في مواضيع جديدة نتكلم فيها في مواضيع مهمة نفتحها مع بعض بإذن الله النهاردة احنا هنتكلم في ثلاث مواضيع اولهم هنتكلم على موضوع الصداقة وانواع الصداقة ايه وامتى نصب في اصدقائنا وامتى نعتمد عليهم وهنتكلم في موضوع الاساسي اللي احنا دايما نتكلم فيه ولازم اعمله جزء من الحلقة بتاعتي موضوع فيروس كورونا لان انا من الاسبوع لالاسبوع بيحصل تطورات في الموضوع دوا فانا ما بينفعش ان انا يعني الحلقة بتاعتي تعدي من غير ما نتكلم فيها ونقول ايه الجديد اللي طرق علينا في الموضوع دي في الازمة ديا هنتكلم برضو على موضوع الصحة على موضوع المال الصحة اهم لنا ولا الفلوس يعني هنتكلم في كذا موضوع النهاردة ويا رب ان شاء الله نكون مع بعض حلقة كده جميلة هنتكلم في اول حاجة على موضوع الصداقة اللي هو بنتكلم على موضوع انواع الصداقة ايه وبنتكلم على موضوع الصديق وقت الدي يعني امتى ان احنا يكون عندنا اصدقاء يكونوا معانا في الوقت بتاع ديئتنا او شدتنا وانواع الصداقة دي يعني مش نوع واحد عشان ما نسببش الكلمة دي لا فيه انواع للصداقة كتير احنا عايزين نقول ان على موضوعنا برضو نتكلم على موضوع الغدر والخيانة اللي هو بييجي من اقرب الناس لينا ان كان من قريبنا ان كان من اصدقائنا اللي هما يعني بنسميهم اصدقاء العمر اللي بنتفاجئ في النهاية بعد طول السنين هما اصدقائنا وحبيبنا ان ممكن يكون الغدر او الخيانة جدت منهم الحقيقة ان احنا يعني قعدنا من الحد اللي فات للحد ده ان احنا بنحضر الحلقة دي فبنعمل اعداد فبنجيب قصص حقيقية من الواقع علشان وإحنا بنقولها ما نبقاش بنقلف قصص لا احنا بنقول حقيق واي حاجة انا هقولها في البرنامج بتاعي انا مسؤولة عنها ان انا كون شفتها بعيني او سمعتها او فريق الاعداد اللي معايا هو اللي نزل وعرف يجيب الكصص دي واسمحها من الناس وعرفها علشان نقول لكو طبعا بدون ذكر اسماء طبعا احنا بنقول ان الصداقة لها حدود مش اي حد نقول عليه ده صديق ده صاحب ده حبيب اه الصداقة انواع في صديق تقدر ان انت ممكن تتفكي معاك بكلمتين وفي صديق ما تقدرش تتكلم معاه باي حال من الاحوال وما يطلقش على انه هو صديق يعني ما ينفعش ان انت تطلق على الانسان اللي انت تخاف تتكلم معاه انه هو صديق او انه هو ممكن في وقت تحتاجه تلاقيه لا اه في صداقة اه مش شرط ان هي تيجي بالزمن وبكتر السنين وبالايام عادنا مع بعض ان احنا كنا وشربنا بالعكس ده ده اه الصداقة اللي هي بتبقى بالسنين ديا ونايمين ايمين حكيين لبعض كل حاجة اه عارفين اسرارنا عارفين هي دي اللي بتيجي نهايتها بيكون نهايتها لا الغدر لا الخيانة يعني اه اه زي ما بيقولوا كده هي الخلطة بتجيب الغلطة يعني كل ما نتدخل اوي اوي مع بعضنا كل ما نخسر بعض كل ما نقول اه اه خصوصياتنا او اسرارنا البعض كل ما نخسر بعض في حدود في الصداقة في حدود يعني في ناس تسميهم اصدقاء وناس تسميهم دول ما عارف دول اعرفهم سلام عليكم عليكم السلام اه عاملين ايه الحمد لله لكن ان انت تقعد معاهم تبقى حاسس ان انت من جواك نفسيا مستريح اه مش اي حد يعني انا كتير بعض مع ناس بعض معهم غزبا عني يعني ابقى قاعدة معهم وانا من جوايا تعبانا نفسيا مش بقراهم بس انا كل ما اقعد معهم انا حاسة ان انا بتعب نفسيا من اسلوب كلامهم من طريقتهم هما بيكلموا من طريقتهم هما بيسألوا ويتدخلوا في الحياة الشخصية بتاعت الواحد كتير نقعد مع ناس كل همهم واحنا قاعدين يسألوك عن كل حاجة تخصك تخص اولادك تخص بيتك تخص شغلك اه الناس دي يعني بجد ما تقعد معهم بتتخنق من كتر اثريتهم هما كل اللي يمهم عايزين يعرفوا انت ايه حالك وانزامك ايه وعمل ايه بس كده عشان يعودوا مثلا يفكروا فيك شوية او ينقع عليك شوية يعني او كده لكن الصديق اللي هو نقول عليه صديق ده هتلاقيه ما يحبش انه هو يبقى متطفل في اسئلته او يتدخل زي ده غير لما انت من نفسك تحس ان انت نفسك تقول له حاجة ان نفسك تفطفط او تحكي له حاجة اه وبعدين يعني الخيانة والغادر مش بيجوا من السجاق ده بيجوا من الارايب نفسهم يعني اه الوقت بقى الغادر والخيانة بتيجي من الارايب فيه اكتر من كده من الارايب نفسهم وده طبعا يعني من قديم الازل الموضوع ده موجود من ايام قبيل لما قتل اخوها بيجي بسبب الغيرة يعني الواحد فعلا ما يقمنش لا الارايب ولا لصديق حتى لو انت شايف ان الصديق ده وفي وانه هو احساسك بيه كويس برضي بقى لازم فيه حدود فيه حاجات ما تتقلش غير بينك وبين ربنا لان احنا ما ندمنش ظروف ممكن تخسر اصدقائك دول في اي وقت ياخدوا اسرارك حاجات يددك فيه ناس ناس تبقى انت قاعد معاهم وتتكلم معاهم وكل حاجة ووقت ما يحصل اي مشكلة اي مشكلة يبتدوا يعودوا يحكوا كل اسرارك دهيا يعني خصموك او انت خلاص خدت جنب يبتدوا بقى يشتغلوا يحكوا ده بيعمل ده بيسوي ده بيجيب ده بيعمل ضدك ده عمره ما يكون صديق ده عمره ما يكون صديق يؤتمن ما فيش حد يؤتمن على حاجة تخصك الحاجة اللي تخصك ديا بينك وبين ربنا احكيها الربنا قولها لكن ما تفتفدش لاي حد فيه ناس اعرف ناس كل ما يجي تعرفوا على حد مجموعة صحاب ان كانوا من سيدات او من رجال اول حاجة يعملوها علشان يجذبوا المجموعة دي ليهم ويبتدوا ان هما يلفتوا النظر يبتدوا يحكوا كسة حياتهم المقلمة بقى يعني اعرف ناس تقعد تقول كل كسة حياتها وتحكي تخلي كل اللي قاعد ده يسكت علشان يسمحها وبعد كده يستغربوا ازاي ان الانسانة ديا ما تعرفناش وفي اول قاعدة تقول كل تاريخ حياتها وحياة جزها وحياة بيتها وحياة اولادها بالطريقة دي دي بتبقى عايزة تجذب الناس ليها تجذب ان انظر ليها وده مش صح ده مش صح في حاجة اسمها حدود بنحط حدود بينا وبين بعض لان احنا ما نضمنشي الناس اللي قدامنا نيتهم ايه جواهم ايه بيفكروا ازاي احنا ما نضمنشي اللي قدامنا لازم ناخد حذرنا مش كل حاجة بتتقال مش بنمشي ندلدق في الكلام ها اللي يجي على بالنا نقوله لأ نفكر نفكر احنا بنقول الكلام ده المين وازاي مش كل واحدة صاحبتك تيجي تقولك يحكيلي وفاتفضيلي وقوليلي سرك لا لا ده دي اللي يتخاف منها دي اللي تعمل لها الف حساب هي ليه بتقول كده هي ليه يا تقصد ايه يا فاتفضلها هتريحني اللي بيريح ربنا لما الواحد بيحكي الربنا ويفاتفضله ويقعد مع نفسه كده شوية بيهدى بيهدى وبيرتح نفسيا الكلام بيننا وبين ربنا بيهدينا نفسيا منحس ان احنا فاتفضنا فاتفضنا لحد عمره ما هيقول حاجة عننا عمره ما هي يعرف سر عننا لكن اللي انا بشوفه ان الناس دلوقتي ماشية اي حد يقول لحد ده انت قلبي وروحي وعقلي وانت الصديق اللي ليه وما صدقتي لقيتك ولا ما صدقتي لقيتك كنت فين من زمان وما تعرفتش عليكم ايه من بدري ده لا ما ينفعش مش كل كلمتين حلوين ان بقى احنا اصحاب او احنا حبايب لا الموضوع ده بيجي بالايه بالمعاملة وبالمواقف وامتى امتى تعرف اللي قدامك لما يقف معاك في الشدة يقف معاك في الشدة بتاعتك مش يقف معاك في الفرح بس تلاقيه فرحك معاك وحبيب ليك ويه تيجي في الشدة ما تلاقيهوش يختفي مش موجود الصديق يتعرف ايه انت في ازمة وعرف ان انت في ازمة يحلهلك ده صديق لكن الكلام المعصول اللي بيتقال ما ناخدش بيه يا محلى الكلام كلنا بنقول كلام حالو كلنا بنقول كلام جميل وبنعرف نقول كلام جميل لكن احنا لينا حدود احنا مش عايزين نتعدى حدودنا مع بعض في قسطين جولي دول يعني من الواقع يعني دول كده من الواقع طيب نطلع فاصل يا جماعة ونرجعلكو تاني اتمشت عشا قد ايه حسين الجسم ده اغانيه جميلة قوي يعني بتخش القلب فعلا وقد ايه بلدنا دي جميلة قوي خرجاتها جميلة فسحها جميلة هواها جميل احنا بنقول ان شاء الله باذن الله كل حاجة هترجع زي الاول واحسن باذن الله عايزة اتكلم بس كده قبل منسف موضوع الازمة بتاعتنا طبعا من اسبوع بتدى تطورات تحصل ان بتدنا الاعداد بتتطور وبتزيد يعني بشكل ملحوظ اه وابتدينا ان احنا